يبدأ مجلس الوزراء مع مطلع العام الجديد بحث ملف التعينات الإدارية الذي وضع على نار حامية لسيما بعدما وصل الشغور في إطار مراكز الفئة الأولى إلى أربعين مركزا من أصل سبعين وقد أنجز مجلس الخدمة المدنية ما هو مطلوب منه لجهة تحديد أسماء المرشحين وذلك وفق الآلية التي اعتمدتها حكومة الرئيس سعد الحريري والتي تنص على أن التسمية تتم في إطار لجنة قوامها الوزير المختص وممثل عن وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية وفق معايير محددة مجلس يلتزم التزاما كاملا بهذه المعايير وقد قام بعدة مقابلات في الفترة السابقة وأودع رئاسة مجلس الوزراء الأسماء التي يقترحها في إطار ما تقتضيه الآلية وما تحدده الآلية والاختيار الأفضل في الإدارات العامة تمر عملية التعيين بمراحل عديدة اللجنة تختار ثلاثة أسماء ويقترح الوزير المختص أحد هذه الأسماء الثلاثة ويعود لمجلس الوزراء اختيار من يراه مناسبا من بين هذه الأسماء الثلاثة طبعا مجلس الوزراء لا يستطيع أن يعين خارج إطار هذه الأسماء الثلاثة ولكن من ضمن هذه الأسماء يختار الأفضل أو من يراه مناسبا من بينهم وبناء على اقتراح الوزير المختص هل ممكن نشوف سلة كاملة للتعيينات؟ لا أعتقد أن هناك سيكون سلة واحد يلما أن هذا الموضوع مناطب بمجلس الوزراء هو الذي يقرر هذه مسألة ملاءمة يقررها مجلس الوزراء ولكن أعتقد بالطريقة التي تم تعيين فيها بعض المدراء العامين فمجلس الوزراء يعين تباعا بحسب ورود الأسماء التي تأتي إليه الآلية تنص على التعيين من داخل الملاك هذا هو الأساس ولكن إذا بقيت بعض ملاك الشاغرة لم يعين منها من الملاك لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة في المرشحين عند ذلك نعمد إلى التعيين من خارج الملاك ولكن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لا نزال نعمل من داخل ملاك الإدارات العامة إذن لا عوائق أمام التعيينات الإدارية والكرة الآن في ملعب الحكومة والاتجاه وفصلها لتسلك طريقها بعيدا عن عقدة التعيينات القضائية والأمنية والديبلوماسية أما تعيينات الفئة الثانية فتشير معلومات الام تي في إلى أنها ستتأخر إلى المرحلة التالية بعد ملء الشواغر في الفئة الأولى